بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لجميع طلاب وطالبات دبلومي القانون الدولي والعلاقات الدولية ان شاء الله النهاردة هنكمل الشرح فيما يتعلق بالمادة العلمية بتاعتنا اللي بندرس فيها كتاب الحصانة القضائية للدولة في منازعات الاستثمار الاجنبي هنكمل الجزئية اللي كنا بدأناها بالشرح في المحاضرة السابقة وكنا في المحاضرة السابقة بدأنا الحديث عن معيار هدف الاستخدام كآداة رئيسية في عملية تصنيف ممتلكات الدولة والتي بناء عليه بيتم الحكم على هذه الممتلكات هل تتمتع بالحصانة التنفيذية ولا بتحجب عنها الحصانة التنفيذية وبالتالي يستطيع المستثمر الاجنبي انه ينفذ عليها طيب في هذه المحاضرة السابقة قلنا كنا بدأنا الحديث عن موقف الفق من هذا المعيار ووجدنا ان هناك تأييد كامل بإجماع الفق تقريبا على الاستناد الى هذا المعيار وكنا عرفنا يعني ايه معيار هدف الاستخدام وجبنا العديد من الامثلة على الممتلكات التي تتمتع بالحصانة التنفيذية قلنا ده على سند انها وفقا لمعيار هدف الاستخدام تم تصنفها انها ممتلكات مستخدمة في اغراض سيادية وجبنا امثلة اخرى على ممتلكات لا تتمتع بالحصانة التنفيذية وده على سند انها ممتلكات مستخدمة لاغراض تجارية او لاغراض غير سيادية في هذه المحاضرة بقى هنكمل الجزئية المتبقية من هذا الموضوع هتبقى لنا الحديث عن الوضع داخل الوسائق القانونية الداخلية من معيار هدف الاستخدام داخل الوسائق القانونية الداخلية هنتكلم عن الوضع داخل التشريعات وداخل الأحكام القضائية ايضا هناك نقطة ثالثة في هذا الموضوع وهو الحديث عن الوضع داخل الوسائق القانونية الدولية ونقصد بها هنا بالتحديد اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2004 زائد هناك بعض الوسائق الدولية الأخرى التي تعرضت لموضوع الحصانة القضائية للدولة هنعرف ايه يعني المعيار التي رأت هذه الاتفاقيات أو هذه الوسائق الاستناد إليه في عملية تصنيف ممتلكات الدولة إلى ممتلكات تتمتع بحصانة تنفيذية وأخرى لا تتمتع بحصانة تنفيذية فإذا داخل معيار هدف الاستخدام زي ما قلتنا عندي ثلاث نقاط النقطة الأولى موقف الفق وده انتهينا منه النقطة التانية الوسائق القانونية الداخلية والنقطة التالتة الوسائق القانونية الدولية طيب فيما يتعلق بالنقطة الخاصة بالوضع في ظل الوسائق القانونية الداخلية هندرس هذا الوضع داخل التشريعات الوطنية للدول وأنا عشان أطلع على أي نظام قانوني داخلي عندي بصفة أولية أداة لازم ألجأ إليها وهو هل هناك تشريع وطني هل هناك قانون صادر من السلطة التشريعية بينظم هذه المسألة أولا لا لو وجدت خلاص بيبع عندي ده المعيار الحاكم فبالتالي هنتعرض للعديد من التشريعات الوطنية التي نظمت فكرة الحصانة القضائية بصفة كاملة وقلت على رأس هذه التشريعات التشريع الأمريكي وده كان سنة 1976 ثم التشريع الإنجليزي ثم هناك العديد من التشريعات الوطنية الأخرى التي قامت بوضع تنظيم كامل للحصانة القضائية فيما يتعلق بقى بحصانة سواء كانت إجرائية أو حصانة تنفيذية وقلت مع هذه التشريعات هناك بعض النصوص البسيطة اللي موجودة في بعض الدول تعرضت لفكرة الحصانة القضائية ولكن ليست بذات التفصيل الموجود في التشريعات اللي أنا اتكلمت عليها قبل كده زي التشريع الأمريكي التشريع الإنجليزي التشريع الياباني التشريع جنوب أفريتيا التشريعات أخرى كتير أنا اتكلمت عنها طيب فأيضا في هذه التشريعات هي تعرضت لفكرة الحصانة القضائية ولكن بطريقة مقتضبة جدا جدا طيب مع الوضع جاخل للتشريعات الوطنية ما هو الحال لو ما عنديش نص قانوني بينظم هذه المسألة في هذه الحالة بيتعين علي أن أنا أنظر إلى الوضع داخل المحاكم الداخلية طب هذه المحاكم عملت إيه في هذا الموضوع نظمته إزاي تعرضت لي إزاي في هذه الحالة بنظر إلى الأحكام الداخلية وخصوصا أعلى درجة داخل الهيئات القضائية داخل هذه الدول زي محاكم النقد والمحاكم العليا في هذه الحالة أقدر عن طريق هذه الأحكام أعرف ما هو الوضع القانوني أو ما هو النظام القانوني للحصانة القضائية للدولة داخل هذه الدولة وبالتالي دول الجزئيتين الأساسياتين اللي أنا هنتكلم فيهم التشريعات الوطنية والمحاكم الداخلي طيب فيما نتعلق بالوضع داخل التشريعات الوطنية في الحقيقة نقدر نعدد التشريعات الوطنية التي وضعت تنظيما متكاملا لفكرة الحصانة التنفيذية إلى تسعة تشريعات وده بعد استبعاد التشريع الأرجنتيني لأنه هو من التشريعات التي لم تتعرض سوى للحصانة الإجرائية ولم يتضمن أي تنظيم لفكرة الحصانة التنفيذية طيب تشريعات التسعة دول إحنا كان عندنا التشريع الأمريكي والتشريع الإنجليزي كنا بنتكلم عليهم بالتفصيل أما فيما نتعلق بالتشريعات الأخرى كنا دائما يعني ما نحيل أو ما نؤجل شرحهم أو نلغيع ده على اعتبار أن هذه التشريعات عملت نوع من عملية النسخ الكامل لما ورد في التشريع الأمريكي أو التشريع الإنجليزي أو اتفاقية الأمم المتحدة كما هو الوضع فيما يتعلق بالتشريع الياباني وبالتالي أنا لن أتعرض إلا للتشريع الأمريكي والتشريع الإنجليزي أما فيما يتعلق بالتشريعات الأخرى فيما يتعلق بالتشريع الأمريكي المسمى بقانون حصانات السيادة الأجنبية العام ستة وسبعين الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية أجد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على رأس الأصوات المنادية بتقييد الحصانة الإجرائية وكانت دائما ما ترى أن الحصانة الإجرائية في صورتها المطلقة بمثابة اعتداء صارخ على قواعد العدالة التي تحكم الأنشطة التجارية وأن يجب أن تكون الدولة في مركز مساوء للتاجر الخاص وبالتالي كان يجب أو من وجهة نظرها ضرورة تقييد الحصانة الإجرائية للدولة في الحقيقة وجهة النظر دي كان ينبغي أن يكون لها انعكاستها على الحصانة التنفيذية بمعنى أننا كنا متوقعين أننا نجد أن قانون حصانات السيادة الأجنبية كما ذهب برغبة جامحة نحو تقييد الحصانة الإجرائية وفعل كل ما يمكن فعله من أجل تقييد هذه الحصانة أننا نلاقي موقف مشابه فيما يتعلق بالحصانة التنفيذية بمعنى نجد نفس هذه الرغبة ونفس هذا المسلك أو النهج أثناء تقييد الحصانة التنفيذية لكن في الحقيقة هنجد أن القانون حصانات السيادة الأجنبية الخاص باللوات المتحدة الأمريكية انتهج موقف غريب بعض الشيء فيما يتعلق بالحصانة التنفيذية طيب بداية قبل ما نعرف هذا الموقف حابب أن نحن نشوف هذا التشريع بيقول إيه بالظبط هذا التشريع بيقول إيه بيسمح بحجب الحصانة التنفيذية عن ممتلكات الدولة المستخدمة في نشاط تجاري وبالتالي هذا القانون بيسمح بحجب الحصانة التنفيذية يستطيع المستثمر الأجنبي أنه ينفذ على ممتلكات الدولة اللي واخد عليها حكم على ممتلكاتها المستخدمة في نشاط تجاري وبالتالي هنا كان واضح أن المعيار المتبع أنها يكون ممتلكات مستخدمة في نشاط تجاري وليست ممتلكات من طبيعة تجارية وقلت الفرق قبل كده لما اتكلمت عن موقف الفقر لو قلت ممتلكات مستخدمة في نشاط تجاري وبالتالي بشوف هل هذه الممتلكات مستخدمة بهدف الربح بهدف التجارة بهدف المضاربة من أجل البيع والشرب بغرض الحصول على مكسب ولا مستخدمة لأغراض سيادية بعيدة تماما عن فكرة الربح اللي هو حماية أو مستخدمة في الوظائف الأساسية والحيوية اللي بتكون بها الدولة زي مثلا النشاط الدبلوماسي النشاط العسكري وخلافهم وبالتالي نقدر نقول هنا هنا يعني كان الأداة المعول عليها معيار الهدف لو قلت ممتلكات من طبيعة تجارية بالتالي كنت هشوف هذه الممتلكات مما يستخدم عادة من قبل الأشخاص العاديين ولا لا أو ممن لا يستخدم عادة من قبل الأشخاص العاديين وبالتالي كان طبيعة هذه الممتلكات هل هي من طبيعة مشابهة وبالتالي تحجب عنها الحصانة ولا من طبيعة غير مشابهة للممتلكات الخاصة بالأشخاص العاديين فبالتالي وجدنا أن قانون حصنات السيادة الأجنبية انتصر لمعيار هدف الاستخدام وقال أن كنا هذه الممتلكات مستخدمة في نشاط تجاري طيب في الحقيقة برضو هنجد أن الموضوع كده مخلص لا مش أي ممتلكات بتمتلكها الدولة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ينفع بمستخدمة في نشاط تجاري يقدر المستثمر الأجنبي أنه ينفذ عليها وهنا بقول ده وجهة النظر المتناجد أو ده المنهج المتناجد أنت كان عندك رغبة كبيرة في حجب الحصانة الإجرائية كنت بتدور على أي مخرج لحجب الحصانة الإجرائية عن الدولة وفي نفس الوقت أنت فيما يتعلق بالحصانة التنفيذية بدأت تقيد الموضوع بدأت تضع العديد من العراقيل أمام المستثمر الأجنبي اللي بيدي حكم عشان يقدر ينفذ على هذه الممتلكات والدليل أن أنت ما كتفتش أن تكون هذه الممتلكات مستخدمة في نشاط تجاري لا ده لازم زائد أنها تكون مستخدمة في نشاط تجاري في شرطين آخرين لو لم يتحقق شرط من الشرطين دول لن تستطيع التنفيذ على ممتلكات الدولة المستخدمة في نشاط تجاري طيب قبل ما أقول ما هي هذه الشروط أنا حابب أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني على الرغم من أنها عندها رغبة في حجب الحصانة الإجرائية لكن في نفس الوقت هي بتطمع أن الدول تحتفظ بممتلكاتها سواء كانت هذه الممتلكات في صورة شركات تجارية بتقوم بنشاط تجاري داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو في صورة عملة صعبة موجودة في البنوك الأمريكية أو أي صورة من صور الممتلكات هي بالعكس هي بتفضل أن الدول ترى في الولايات المتحدة الأمريكية ملاز آمن لهذه الممتلكات لأن ده أيضا بيساهم أو بيحسن في الاقتصاد الأمريكي وبيحسن في دورة الاقتصاد داخل الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هي عملت هنا شيء يعني ممكن نقول عليه مناقض بعد الشيء لا ده وضعت العديد من العراقيل آه ما كانتش الحصانة دي كاملة أو ما كانتش حصانة مطلقة ولكن هي حصانة مقيدة ولكن هذه القيود هذه الحصانة المقيدة أو هذه الحصانة المحدودة هي تبلغ يعني نقدر نقول حجم كبير من الاتساع ده قلت كان هدفه الرغبة في الولايات المتحدة الأمريكية تجعل من أراضيها ملاز آمن للممتلكات الخاصة بالدول لأن العديد من الدول لها صناديق سيادية داخل الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الدول ممكن لها تشتري أسهم في البورصة الأمريكية العديد من الدول لها شركتها التجارية المملوكة لها داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهي الدولة بترغب في جذب الاستثمارات الاجنبية ايا كان بقى المستثمر ده كان دولة او شخص عادي فبالتالي عايزة تدي له نوع من الطنقانينة طيب حد يقول لي طب ما هي الاستفادة اللي هتعود عليها من ان انت وسعت او يعني حددت جدا من الحصانة الاجرائية وسعت من امكانية الحصول على حكم داخل الولايات المتحدة الامريكية لكن فيما اتعلق بالتنفيذ ما قدرتش تنفذ عن الممتلكات اللي موجودة في الولايات المتحدة الامريكية ما هي الفائدة التي عادت عليها لا حضرتك ممكن لو في اتفاقية متعلقة بالاعتراف المتبادل بتنفيذ الاحكام الاجنبية تستطيع انك تاخد الحكم اللي حصلت عليه داخل الولايات المتحدة الامريكية وتروح تنفذ على ممتلكات هذه الدولة داخل اي دولة من الدول التي كانت طرف مع الولايات المتحدة الامريكية في اتفاقية متعلقة بتنفيذ الاحكام او في الاعتراف بتنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الوطنية للدول الاطراف وبالتالي يستطيع المستثمر الامريكي او غير الامريكي الذي استطاع ان يحصل على حكم داخل الولايات المتحدة الامريكية انه لو ما قدرش ينفذ على ممتلكات الدولة دي داخل الولايات المتحدة الامريكية يستطيع ان ينفذ على هذه الممتلكات الموجودة في اي دولة من الدول الاطراف في اتفاقية قلت الاعتراف بتنفيذ الاحكام طيب انا قلت الوطن المتحدة الامريكية سمحت بالتنفيذ او بحجب الحصانة عن الممتلكات المستخدمة في نشاط تجاري اي ممتلكات تمتلك الدولة مستخدمة في نشاط تجاري في هذه الحالة يستطيع المستثمر الاجنبي انه ينفذ عليها ولكن بشرطين اول هذه الشروط الشرط الاول ان تكون هذه الممتلكات مستخدمة في نشاط تجاري تم على اراضي الولايات المتحدة الامريكية تاني تكون هذه الممتلكات اللي حضرتك كمستثمر اجنبي عايز تنفذ عليها مستخدمة في نشاط تجاري تم على اراضي الولايات المتحدة الامريكية بمعنى يعني حضرتك لو عايز تنفذ على طائرات مملوكة أو ممتلكات تابعة لشركة طيران مملوكة لدولة معينة يسألك هل الممتلكات دي مستخدمة في نشاط تجاري تم على قراءات الولايات المتحدة الأمريكية يعني هل الولايات المتحدة الأمريكية هي مقر هذا النشاط التجاري هل هي مكان من الأماكن التي تستخدم فيها هذه الممتلكات في النشاط التجاري ده ولا لا لو كان تحقق هذا الشرط تستطيع أن تستوفي الشرط الأول لكن لو كان وجود هذه الممتلكات كان بطريقة عارضة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم أنه مستخدم في نشاط تجاري لكن مقر النشاط التجاري ده كان خارج الولايات المتحدة الأمريكية انت بس بتحتفظ به هذه الممتلكات داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولا تستخدمها في نشاط تجاري في هذه الحالة لن تستطيع التنفيذ عليها على الرغم ان هذه الممتلكات متحصلة من نشاط تجاري لكن مقر النشاط ده كان خارج الولايات المتحدة الأمريكية وليس داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولو قلنا مثلا على سبيل المثال على فرض ان فيه شركة طيران تابعة للدولة المصرية شركات الطيران دي بتقوم برحلات عديدة داخل عديد من الدول ما كانتش الولايات المتحدة الأمريكية كانت إحدى هذه الدول اللي بيحصل منها عملية نقل بينها وما بين مصر أو ما بينها وما بين دول أخرى في هذه الحالة الولايات المتحدة الأمريكية ليست مقر النشاط التجاري وبعد كده احتفظت شركة الطيران دي بالمبالغ أو بالأموال السائلة المتحصلة من هذا النشاط داخل البنوك الأمريكية في هذه الحالة لو رحنا للشرط الأول هذه الممتلكات مستخدمة في نشاط تجاري حصيلة المبالغ دي جاية عن نشاط تجاري الدولة كانت بتقوم بيه لكن النشاط التجاري ده تم على أراضي للولايات المتحدة الأمريكية ولا على غير أراضيها لا على غير أراضيها في هذه الحالة لن تستطيع أن تنفذ على هذه الأموال السائلة بسبب عدم تحقق الشرط الأول طيب على فرض تحقق الشرط الأول هذه الممتلكات مستخدمة في نشاط تجاري وهذا النشاط التجاري تم على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية لا هناك شرط تاني أيضا يجب أن يتحقق وهو أن تكون هذه الممتلكات مستخدمة في النشاط التجاري الذي تستند إليه الدعوة أن تكون هذه الممتلكات مستخدمة في النشاط التجاري الذي تستند إليه الدعوة يعني على سبيل المثال يعني أنا على سبيل المثال بروح لدولة معينة هذه الدولة عندها ممتلكات تابعة لوزارة الطيران ممتلكات تابعة لوزارة الطيران وعندها أيضا موجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ممتلكات تابعة لوزارة الثقافة حاجة جاية عن طريق المتاحف اللي بتقوم بها الدولة أو بتنشئها الدولة داخل الولايات المتحدة الأمريكية يبقى أنا عندي ممتلكات مملوكة للدولة المصرية والتنين موجودين داخل الولايات المتحدة الأمريكية الأولى ممتلكات تابعة لوزارة الطيران أو وزارة النقل عين كان وممتلكات أخرى تابعة لوزارة الثقافة والتنين جاية من عملية طبعا زي ما بنقول عملية نشاط تجاري طيب في هذه الحالة لازم عشان تنفذ على هذه الممتلكات نشوف الدعوة كانت مرفوع عن أنهي نشاط هل عن النشاط التابع للطيران ولا عن النشاط التابع فيه عن خلاف متعلق بالمتاحف التي أقامتها الدولة داخل الولايات المتحدة الأمريكية لو حضرتك كمستثمر أجنبي حصلت على حكم نتيجة أن الدولة خلف التزام معاك فيما يتعلق بإنشاء المتحف وخلافه واستطعت أنك تحصل على حكم بمقتضاء تستطيع أنك تحصل على تعويض في هذه الحالة لن تنفذ إلا على الممتلكات المتحصلة من النشاط التجاري الذي تستند إليه الدعوة فيه نشاط تجاري طيران وفيه نشاط تجاري متعلق بالمتاحف التي تقيمها الدولة في هذه الحالة لن تستطيع التنفيذ إلا على الممتلكات المتعلقة بوزارة الثقافة فقط ولن تستطيع التنفيذ فيما بتبقى من حكم أو فيما تبقى من تعويض على ممتلكات المتعلقة بوزارة الطيران ليه؟ لأن النشاط التجاري هنا الذي تستند إليه الدعوة كان نشاط متعلق بوزارة الثقافة ولعكس صحيح لو حضرتك في خلاف مع الدولة فيما يتعلق به نشاط الطيران فيما يتعلق به الرحلة اللي بدارت بينك وبين الدولة في هذه الحالة إذا لم هذه الممتلكات لم تكفي تعويض أو لم تكفي سداد كافة التعويض المحكوم به في هذه الحالة لن تستطيع أن تنفذ بها على المتحصلات ناتجة عن نشاط تجاري ناتج من وزارة الثقافة وزارة الصحة وزارة الاتصالات كل هذه الأموال لن تستطيع أنك تنفذ عليها وبالتالي نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قيضت جدا 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 أو يعني وسعت من فكرة الحصانة التنفيذية نتيجة أنها وضعت العديد من الشروط لن تستطيع أنك تحجب الحصانة التنفيذية عن هذه الممتلكات إلا بعد استفاقة هذه الشروط إذن شرط الأول تكون هذه الممتلكات مستخدمة في نشاط تجاري مش نشاط سيادي يعني ما تكونش قلت تابعة له حيئة عسكرية ما تكونش الدولة بتستخدمها في حماية الدولة ما ينفعش تكون الدولة بتستخدمها لأنشطة غير تجارية في هذه الحالة لن تستطيع أنك تنفذ عليها طب لو حصل وأثبت هذا الكلام لن تستطيع أيضا أنك تنفذ بطريقة القائية لازم قلت شرطين تكون مستخدمة في نشاط تجاري تم على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وتكون هذه الممتلكات مستخدمة في النشاط التجاري الذي تستند إليه الدعوة وبالتالي إذا استطاع المستثمر الأجنبي أن يثبت أمام المحكمة أن الممتلكات التي يريد التنفيذ عليها من أجل استفاق التعويض اللي اتحكم له به في هذه الحالة يستطيع المستثمر الأجنبي أن يحجب عنها الحصانة والتنفيذ على هذه الممتلكات طيب مع التوسع الشديد في منح الحصانة التنفيذية اللي قام بيه الولايات المتحدة الأمريكية هنجد أيضا أنها حددت مجموعة من الممتلكات قالت أن هذه الممتلكات تتمتع صراحة بالحصانة بالتنفيذ يعني هذه الممتلكات تتمتع بحصانة تنفيذية أي أن كان الأمر يعني ما فيش مجال هنا لحق بالحصانة التنفيذية عنها لا تستطيع المحكمة أنها تقول مستخدمة لأغراض غير سيادية أو أي أن كان الموضوع لا خلاص هذه الممتلكات تتمتع صراحة بالحصانة التنفيذية ولا يجوز التنفيذ عليها تحت أي حال من الأحوال هذه الممتلكات زي ممتلكات المنظمات الدولية أي ممتلكات تابعة لمنظمات دولية أي أن كان بقى تستخدم لأغراض سيادية ولا أغراض أي أن كان الموضوع لأينا في حصانة إيه صريحة أيضا الممتلكات التابعة لمصرف مركزي أجنبي أو هيئة نقدية كالعديد من المصارف المركزية التابعة للعديد من الدول بتحتفظ بالعديد من العملات الصعبة داخل بنوك أجنبية فبالتالي زي ما قلت الولايات المتحدة الأمريكية عايزة تديهم رسالة طمعنينة فيما يتعلق بهذا الموضوع أيضا الممتلكات المستخدمة أو التي يراد استخدامها لأنشطة عسكرية وكانت زي تطابع عسكري أو تحت سيطرة سلطة عسكرية أو وكالة عسكرية أيضا الممتلكات العسكرية هي الأخرى تتمتع صراحة بالحصانة التنفيذية لا يجوز أن أنا أنفذ عليها وقلت هنا دي يعني اعتراف صريح بأنها تتمتع بالحصانة التنفيذية أو أن الأصل أنها تتمتع بحصانة تنفيذية فإذا لو بصين على مجمل كده الوضع داخل الولايات المتحدة الأمريكية زي ما قلت لحضراتكم هنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية بتتعسف أو عندها توسع شديد في منح الحصانة التنفيذية آه الحصانة التنفيذية عندها مش كاملة أو مطلقة ولكن هي مقيدة ولكن تضع العديد من العراقيل أمام حجب أو أمام إزالة هذه الحصانة التنفيذية وزي ما قلت ما هي الفلسفة أو ما هو السبب الداعي إلى هذا الأمر طيب فيما هتعلق بقى بالتشريع الثاني اللي قلت عندي يعني بركز عليه مع التشريع الأمريكي هو التشريع الصادر عن المملكة المتحدة وقلت التشريع ده صدر يعني مباشرة عقب صدور التشريع الأمريكي وطبعا يعني كان في حالة منافسة ما بين المملكة المتحدة وما بين الولايات المتحدة الأمريكية حول هذا الموضوع بل قلت أن كانت المملكة المتحدة بتخشى أن الولايات المتحدة الأمريكية أنها يعني تحتفظ لنفسها بنصيب أكبر في التجارة الدولية وفي يعني كونها ملاز قامد لممتلكات الدول الأجنبية فكان ده السبب بالدعي أن المملكة المتحدة هي الأخرى تسارع إلى إصدار قانون حصانة الدولة وقلت هي كمان نظمة الحصانة الإجرائية ونظمة الحصانة التنفيذية زي تشريع الولايات المتحدة الأمريكية طيب لو جينا بصينا على المملكة المتحدة السؤال بتاعي هل المملكة المتحدة هي الأخرى يعني وسعت جدا من نطاق الحصانة التنفيذية هل قامت بنفس النهج اللي قام به الولايات المتحدة الأمريكية ولا قيدت أكثر من الحصانة التنفيذية وجعلت إمكانية تنفيذ الحكم أكبر بكثير من الوضع الموجود فيه داخل الولايات المتحدة الأمريكية بدايةً إحنا زي ما تكلمنا قبل كده قلنا المملكة المتحدة يعني نصت على الحصانة التنفيذية المحدودة ما اتبعتش الحصانة الكاملة أو المطلقة ولكن هنجد إن إمكانيات حجب الحصانة التنفيذية داخل المملكة المتحدة أو داخل قانون حصانة الدولة الصادر عن المملكة المتحدة كانت يعني أكبر بكثير فرص وأكبر بكثير جدا من التنفيذ داخل الولايات المتحدة الأمريكية لو وصينا على إن المشرع الإنجليزي هنلاقي نص في المادة 14 استسنى يعني العديد من الممتلكات زيه زي التشيع الأمريكي فيما يتعلق بممتلكات بتتمتع بحصانة صريحة من التنفيذ زي ممتلكات البنوك المركزية والسلطات النقدية الأخرى يمكن هنلاقي منص على الممتلكات العسكرية طيب اللي همني بقى الفقرة اللي فوق المشرع الإنجليزي أي معيار لجأ إليه من أجل تقييد الحصانة التنفيذية وأي أداة تم الاستعانة بها من أجل تقييد الحصانة التنفيذية الحقيقة أن المشرع الإنجليزي زيه زيه المشرع الأمريكي وزيه زي التشيعات الأخرى التي نظمت فكرة الحصانة التنفيذية اتبع أيضا معيار هدف الاستخدام بمعنى أنه قال نشوف هذه الممتلكات مستخدمة فيه هل في أغراض تجارية ولا في أغراض سيادية وبالتالي قلت هو الآخر لم ينص على معيار طبيعة الاستخدام هل هي ممتلكات من طبيعة مشابهة للممتلكات المملوكة عادة للأشخاص العاديين ولا لا وقلت في هذه الحالة ممكن ألاقي الطيران أو الطائرات الطائرات قد تتمتع بحصانة تنفيذية حتى لو كانت مستخدمة في أغراض تجارية ده لو أنا قلت إيه معيار طبيعة الاستخدام لكن قلت معيار هدف الاستخدام قال ما ليش دعوة بالطبيعة هذه الممتلكات ممكن تكون من اللي بيمتلك عادة من الأشخاص العاديين أو لا المهم عندي هل هذه الممتلكات مستخدمة في أغراض إيه أغراض تجارية ولا أغراض سيادية وفي الحقيقة إحنا لو بصينا على سواء المشرع الأمريكي أو المشرع الإنجليزي يعني التشعات كلها ليه استسنت قلت هذه الممتلكات قالوا لأنها طالما إنها بعيدة عن الطبيعة الحساسة أو الطبيعة الحيوية بالنسبة لوظائف الدولة هذه الممتلكات بعيدة تماما عن وظيفة الدولة الدولة قامت من أجل الأمن والدفاع والقضاء وبالتالي أي ممتلكات بتمتلكها بعيدا عن التلات وظائف الأساسية دولة لن تجد الدولة نوع من الغضادة ولن تتأذى من التنفيذ عليها ده بعكس الممتلكات الأخرى زي ما قلت بقى الممتلكات سواء العسكرية الممتلكات المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية الممتلكات الأخرى زي مثلا سفن البريد زي سفن الإغاثة كل هذا الكلام هذه الممتلكات متعلقة به يعني نقول يعني الوظائف الحيوية اللي بيتون بيها الدولة وبالتالي لن يعني تسامح الدولة أي محاولات من أجل التنفيذ عليها طيب قلنا المشارع الإنجليزي قال إنه أجاز التنفيذ على الممتلكات المستخدمة في أغراض تجاري طيب لو بصينا أولا هنلاقي النص بولي الممتلكات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في أغراض تجارية كلمة الممتلكات المستخدمة هنا الوضع مشابه لما هو منصوص عليه في تشياء الأمريكي لكن نلاقي إن المشارع كمان الإنجليزي أضاف أو المعدة للاستخدام في أغراض تجاري آه زي ما قلت الحضرقة أنا ممكن يكون عندي مجموعة من الممتلكات أو مجموعة من الأموال السائلة موجودة في البلوك لكن لم يصبك استخدامها في أغراض لا سيادية ولا أغراض تجارية يعني هي موجودة كده على حالتها لم تستخدم من قبل عشان قدر أعرف هذه الممتلكات مستخدمة بالفعل في كذا ولا في كذا عندي طائرات موجودة في مكان معين لكن هذه الطائرات ما سبقش استخدمها في أغراض تجارية أو في أغراض عسكرية في ظل التشريع الأمريكي كان بيقولك لازم تكون مستخدمة بالفعل يعني لازم يكون جارة استخدمها في أغراض تجارية يعني لو الدولة بتنتوي استخدام هذه الممتلكات في أغراض تجارية يعني هي في المستقبل بتنتوي هذا الكلام لكن لم تقوم بالفعل باستخدامها في هذه الحالة لن يسمح المشرع الأمريكي بالتنفيذ عليها هنا المشرع الإنجليزي كان عكسه تماما قالك لو كانت هذه الممتلكات مستخدمة بالفعل أو معدل الاستخدام في أغراض تجارية هي الدولة لم تستخدمها لم تصرف من هذه الممتلكات لم تقوم بالفعل باستخدام هذه الطائرات في النقل عشان الربح ولكن هي وضعتها من أجل استخدامها في المستقبل في أغراض تجارية في هذه الحالة يجوز التنفيذ عليها وقلت هنا بلا إن المشرع الإنجليزي قيد جدا من الحصانة التنفيذية بعكس المشرع الأمريكي لا دشترط إنها يكون مستخدمة بالفعل بحيث لو كان نية الدولة واضحة إنها تستخدمها في المستقبل في أغراض تجارية لكن لم تستخدمها بالفعل لم تقوم بالفعل باستخدامها في هذه الأغراض لن يستطيع المشرع الأمريكي أو لن يسمح لك المشرع الأمريكي بالتنفيذ عليها لكن التشريع الإنجليزي سمح بهذا الكلام يبقى بالتالي تشياء الانجليزي سمح ان تكون هذه الممتلكات يجوز التنفيذ عليها اذا كانت مستخدمة او معدل الاستخدام في اغراض تجارية وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم بنجد هنا ان النص اوسع بكثير جدا في ناحية تقييد الحصانة التنفيذية في حجب الحصانة التنفيذية وبالتالي ممكن نقول ان المستثمر اللي بيده حكم صادر وعايز ينفزه داخل المملكة المتحدة بيجد سهولة اقصر من المستثمر اللي بيده حكمه ويريد التنفيذ على ممتلكات الدولة الموجودة في الولايات المتحدة الامريكية وزي ما شايفين برضو بنجد هنا ان النص بقى لاشترط انها تكون هذه الممتلكات تستند لنشاط هو سبب الدعوة او ان هذه الممتلكات تكون تمت اوسطة تابعة لنشاط تجاري تم على اراضي المملكة المتحدة لا يجوز التنفيذ عليه حتى لو كان وجود هذه الممتلكات بصفة عارضة وليس مرتبط بنشاط تجاري معين لكن طالما انه متحصل من نشاط تجاري او تنتوي الدولة استخدامه في نشاط تجاري يجوز في هذه الحالة التنفيذ عليه طيب الجزية الاخيرة فيما اتعلق بالتشريع المملكة المتحدة هنجد ان هو زي وزي الولايات المتحدة الامريكية هما الاثنين حذروا تماما فكرة الاجراءات التحفظية السابقة لصدور الحق يعني لا التشريع الامريكي ولا التشريع الانجليزي بيسمح باتخاذ اجراءات تحفظية سابقة على صدور الحكم يعني حضرتك لما تروح ترفع الدعوة على الدولة لو استطعت حجب الحصانة الاجرائية عنها لا تستطيع المحكمة انها تديك حكم تحفظي بالتحفظ على ممتلكات الدولة حتى لا تهربها الدولة خارج الدولة لا هذا الكلام محظور في امريكا وفي المملكة المتحدة وقلت لان هما بيروا ان يعني حق المستثمر في هذه الحالة هو ليس حق مؤكد ولكن حق افتراضي لسه يعني ممكن يسبب مشاكل كبيرة للدولة انه يغل يد الدولة عن ممارسة سيادتها على ممتلكاتها نتيجة ان هناك نوع من يعني تسهيل عملية الاجراءات التحفظية التي قد تكون على اسباب واهية تؤدي الى يعني مضايقة الدولة والى يعني تعطيل الدولة عن القيام بمهمها السيادية وبالتالي ده كان الوضع داخل تشريع قانون حصانة الدولة عام 1978 الخاص بالمملكة المتحدة اما فيما يتعلق بقى بالتشريعات الاجنبية الاخرى سواء فيما يتعلق بجنوب افريقيا سواء بما يتعلق باستراليا بكندا باليابان كل هذه التشريعات يعني احنا هنعفيكم منها وده زي ما قلت لانها بمسابة تكرار او عملية نسخ سياغة كاملة من التشريع الانجليزي ده بصفة يعني كبيرة او من التشريع الامريكي فيما يتعلق ببعض التشريعات وبالتالي هنعفيكم من هذه الجزئية طيب فيما يتعلق بيه ايضا محاولة الكشف عن النظام القانوني داخل الدول وجدنا ان احنا ممكن نتعرض لبعض الاحكام التي تمنحنا امثلة لهذه الممتلكات اللي ممكن نقول بتحجب عنها الحصانة او بتتمتع بالحصانة التنفيذية في الحقيقة انا مثلا فيه حكم جايب لكم حكم حديث موجود في فرنسا حكم ده صادر عن محكمة الناضي الفرنسية في 2013 الحكم ده كان فيما يتعلق بشركة NML Capital ضد جمهورية الارجنتين المحكمة يعني كان موضوع المبالغ اللي مطلوب التنفيذ عليها واستيفاء المبالغ المحكوم بها لهذه الشركة كانت متعلقة او كانت واردة على مبالغ متعلقة بدرائب وضمان اجتماعي كانت الدولة الارجنتينية بتحصل هذه الدرائب واموال الضمان الاجتماعي من مواطنيها الموجودين داخل الولايات المتحدة الامريكية وفي الحقيقة ارادت هذه الشركة انها تنفذ على هذه الممتلكات لكن رفضت محكمة الناضي الفرنسية التنفيذ على هذه الاموال ده على سند ان هذه الاموال هي من اهم وابرز الامثلة على الاموال المستخدمة او المتحصلة من انشطة سيادية دائما ما المحاكم ما تردد هذه العبارة ان اموال الضرائب واموال الضمان الاجتماعي هذه الاموال الدولة بتستخدمها في تمويل الميزانية العامة الخاصة بالدولة في تمويل ومباشرة اختصاصاتها السيادية لان لن تستطيع الدولة انها تقوم باختصاصاتها السيادية فيما يتعلق بالصحة او فيما يتعلق بالشهود العسكرية او فيما يتعلق بحماية الوطن كل هذا الكلام لن تستطيع انها تقوم بالدولة إلا عن طريق أموالها المتحصلة من الضرائب وأموالها المتحصلة من الجهات أو من المصادر السيادية كل هذه الأموال أو كل هذه الأمثلة لهذه المبالغ هذه المبالغ لن تستطيع أي شرك أو لن يستطيع أي قطاع خاص التنفيذ عليها ودي من الأمثلة التقليدية على الأموال التي تتمتع بحصانة تنفيذية على سنة أنها أموال مستخدمة أو تستخدمها الدولة أو تنتوي الدولة استخدمها في أغراض سيادية أيضا هناك حكم صادر أمام محاكم الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من الدول التي لديها تشريعات لكن أنا حبيت أجيب أمثلة لأموال تمثل مثال على أموال سيادية تتمتع بحصانة تنفيذية ولا يجوز التنفيذ عليها هذه الأموال كانت أيضا تتمثل في رسوم التسجيل والضرائب بتحصلها دولة ليبيريا من السفن التي ترفع العالم اللايبيري داخل الولايات المتحدة الأمريكية رسوم التسجيل دي والضرائب كانت بتحصلها هذه الدولة داخل أمريكا أيضا أرادت شركة خاصة فرنسية تسمى لتكو هذه الشركة أرادت أنها تنفذ على هذه الأموال بعد ما تحصلها الدولة اللايبيرية من أجل استفاء تعويض المحكوم لها به وبالتالي رفعت الدعوة أمام المحاكم الأمريكية لكن المحاكم الأمريكية وجدت أن هذه الممتلكات أو هذه الأموال المتمثلة في رسوم التسجيل أو الضرائب اللي بتحصلها الدولة هذه الدرائب تتمتع بالحصانة التنفيذية على سند أنها لازمة للحفاظ على الوظائف الحكومية وممارسة الصلاحيات السيادية لن تستطيع أي دولة أنها تقوم بوظائفها الحكومية أو مهامها السيادية زي ما قلت فيما يتعلق بمختلف الشؤون إلا بالاعتماد على هذه الدرائب وهذه الرسوم وبالتالي إذا قامت الدول الأجنبية بالتنفيذ على هذه الممتلكات سوف يؤدي إلى شل يد الدولة أو إلى عرقالة الدولة عن القيام بأهم وظائفها الأساسية التي هي من الأصل السبب وجود الدولة وسبب خضوع الشخص إلى الدولة وبالتالي ترفض دائما المحاكم سواء المحاكم اللي عندها تشريعات أو اللي ما عندهاش تشريعات ولكن تعترف بفكرة الحصانة التنفيذ على هذه الممتلكات وترى أنها من أبرز الأمثلة على الأموال المستخدمة أو المنتوى استخدمها في أغراض سيادية طيب ده كان يعني دول مثالين هناك العديد أيضا من الأحكام بقى الحديثة والقديمة نسبيا موجودة في الكتاب تقدروا تطلعوا على هذه الأحكام وتشوفوا العديد من الأمثلة على هذه الممتلكات أو هذه الأموال التي تتمتع بالحصانة التنفيذية وأمثلة أخرى لأموال لا تتمتع بالحصانة التنفيذية على سنة أنها يعني متحصلة أو مستخدمة في أغراض تجارية فيما يتعلق به الجزء الثاني من المحاضرة الخاص بالوضع في ظل الوسائق القانونية الدولية عندنا بصفة أساسية هنتكلم عن اتفاقية الأمم المتحدة الجزء الثاني هيكون متعلق به الوسائق القانونية الدولية الأخرى زي الاتفاقية الأوروبية أو المحاولات الصادرة عن الهيئات الدولية الخاصة القانونية هنتكلم عن الجزء دي وعلى الجزء دي لكن يهمنا الأول نتكلم عن اتفاقية الأمم المتحدة فيما يتعلق به اتفاقية الأمم المتحدة هنجد زي ما قلنا قبل كده أن اتفاقية الأمم المتحدة وضعت تنظيم كامل لفكرة الحصانة التنفيذية ولو بصينا على الفاق رجي من المادة 19 هنجد أنها الجزء الخاصة اللي تهمنا في هذا الموضوع اللي بتتكلم عن حالة حجب الحصانة التنفيذية عن الدولة بعيدا عن فكرة التنازل أو التخصيص طيب الحالة دي كانت بتقول إيه؟ تستطيع أن المستثمر الأجنبي أنه يقوم باتخاذ إجراءات جبرية تالية لصدور الحكم إذا سبت أن الدولة تستخدم هذه الممتلكات أو تعتزم استخدامها هنا اتفاقية الأمم المتحدة اتكلمت على الممتلكات المستخدمة بالفعل أو التي تنتوي أو تعتزم الدولة استخدامها في أغراض تجارية وبالتالي هنا موقف مشابه شوية إلى موقف التشريع الخاص بالمملكة المتحدة اتكلمت على الممتلكات المستخدمة بالفعل أو التي تنتوي الدولة استخدامها على وجه التحديد لأغراض أخرى غير الأغراض الحكومية غير التجارية هنا برضو وجهة النظر دي أو الجزاية دي هنا فيه اتفاق واضح وصريح أنها تقصد هنا الممتلكات المستخدمة في أغراض تجارية ويمكن ده يعني ما كانش محل خلاف يمكن بس سياغة هذا النص بهذه الطريقة يعني وجدت بعض الانتقاضات لأنها سياغة قد يعني توحي بشيء يعني مخالف شوية قد يفهم منها أنها تقصد الممتلكات غير التجارية وده طبعا ما استحال حد يقول به وبالتالي كان هناك تعقيب من أكثر من فقيه على سياغة هذه الجملة لكن طبعا المقصود هنا الممتلكات المستخدمة أو التي تعتزم الدولة استخدمها في أغراض تجارية طيب وإنها موجودة في أقليم دولة المحكمة طيب شريطة أن يقتصر جواز اتخاذ الإجراءات الجبرية على الممتلكات المتصلة بالكيان الموجه ضده الدعوة طيب إذن عندي عشان أقدر أنفذ أو أحجب الحصانة التنفيذية عن ممتلكات الدولة تنفيذا لحكم صادر لصالح المستثمر الأجنبي عندي ثلاث شروط أول شرط زي ما قلت تكون هذه الممتلكات مستخدمة في أغراض تجارية وقلت مستخدمة أو تعتزم الدولة استخدامها في أغراض تجارية وزي ما قلت لا يشترط أن يكون تم الاستخدام الفعلي لهذه الممتلكات يعني بدأت الدولة تصرف منها أو بدأت الدولة تطلع الطائرات وتشتغل في أغراض تجارية لا مجرد أن الدولة تعتزم استخدامها حتى ولو لم يتم استخدامها بالفعل في أغراض تجارية هنا تحقق هذا الشرط وقلت ده توسع في حجب الحصانة التنفيذية طيب طب عندي برضو مشكلة طب إيه هو الوقت اللي أقدر يعني أعتمد عليه في عملية التصنيف دي يعني أنا بقولت أكون ممتلكات الدولة بتستخدمها أو بتعتزم استخدامها في أغراض تجارية ما هو الوقت اللي أنا استطيع أن ألجأ إليه ويكون هو ده الوقت الحاسم بالنسبة لي اللي أقدر عن طريقه أو تحقق خاصة الشرط أو لم يتحقق في الحقيقة للأسف إن اتفاقية الأمم المتحدة ما نصتش أو ما نظمتش هذه المسألة لكن هو الرأي الراجح إن يكون الوقت المعاول عليه في عملية التصنيف هذه هو وقت رفع دعوة الحجز يعني وقت ما المستثمر الأجنبي يروح للدولة اللي يقول لها أنا عايز أنفذ على ممتلكات الدولة الموجودة عندك هنا بيكون ده الوقت اللي هنقدر نعتمن عليه في عملية التصنيف مش هعترف باستخدامها أو اعتزام استخدامها في فترة سابقة ولا في فترة لاحقة لا المحكمة في وقت رفع دعوة الحجز هتبدأ تجيب هذه الممتلكات هذه الممتلكات حاليا مستخدمة أو تعتزم الدولة استخدامها في أغراض تجارية ولا لا وبالتالي هو ده الوقت الحاسم والمعاول عليه في هذه الجزئية طيب الشرط الثاني وزي ما قلت لن يكفي هذا الشرط الأول فقط لا مش مجرد أن أنا لاقي ممتلكات مستخدمة في أغراض تجارية قادر أن نفس شرط الثاني هو شرطه منطقي وبديهي ويمكن يعني أعتقد أن الاتفاقية ما كانتش في حاجة إلى النص عليه وهو أن الاتصال الإقليمي للممتلكات بدولة المحكمة يعني يكون هذه الممتلكات موجودة في دولة المحكمة هو عايز يقول يعني لا تستطيع أن المحكمة تأمر بالتنفيذ على ممتلكات موجودة في دولة أخرى وده يعني دي مسألة بدهية طيب الشرط الثالث اتصال الممتلكات المراد التنفيذ عليها بالكيان الموجه ضده الدعوة هنا شرط يعني مشابه شوية للشرط اللي موجود فيه التشريع الأمريكي قالت إن لازم الممتلكات اللي هتنفذ عليها دي تكون مملوكة للكيان الموجه ضده الدعوة وأنا هنا يمكن ألاقي عندي في اتفاية الأمم المتحدة كانت يعني أكثر يعني تفصيلا لهذه المسألة عن التشريع الأمريكي لأن التشريع الأمريكي برضو وضع للموضوع ده عام شوية يعني أنت تقصد إيه تكون هذه الممتلكات يعني تخصى بالكيان الموجه ضده الدعوة هل تقصد بيه الدولة بصفة عامة وشركاتها التي لا تتمتع بشخصية قانونية مستقلة والجزء الثاني شركات الدولة التي تتمتع بشخصية مستقلة والله تقصد وزارات زي ما احنا قولنا وزارة الثقافة وزارة الصحة وزارة البترول وزارة النقل وخلافه يعني برضو الموضوع هنا يعني ايه كان مبهم شوية لكن فيما يطالك بالتفاية الأمم المتحدة هنجد قلت فيه مقدمة عندها بتحدد لي يعني شرح أو المقصود بالمصطلحات بتاعتها فكانت بتقول ان الدولة تشمل زي وكالات الدولة ومحافظات الدولة وكل هذا الكلام على جانب والجانب الآخر هو الشركات الدولة العامة التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وهنا نقدر نقول ان هذا الشرط بيقول لو كانت الدولة المرفوع عليها الدعوة نقدر ننفذ على ممتلكات المملكة للدولة وليس على شركات الدولة أيضا المملكة للدولة ولكن تتمتع بشخصية قانونية مستقلة والعكس صحيح لو في شركات حكومية مملكة للدولة ولكن الدولة تمنحها شخصية قانونية مستقلة في إدارة شهونها في هذه الحالة لا أستطيع أن أنفذ إلا على ممتلكات هذا الكيان لا أستطيع أن أروح ونفذ على ممتلكات الدولة في حالة عدم كفاية ممتلكات هذه الشركة العامة المستقلة فإذا اتشتر الشرط الثالث أن تكون هذه الممتلكات متصلة أو مملوكة للكيان الموجه ضده الدعوة ده كان باختصار موقف اتفاقية الأمم المتحدة وبالتالي يجب أن يتوافق فيها الثلاث شروع الدولة حاجة أخيرة في اتفاقية الأمم المتحدة هنجد أن أنا برضو في مشكلة عندي ظهرت الممتلكات المختلطة يعني ممتلكات الدولة بتستخدمها في أغراض سيادية وأغراض غير سيادية يعني الدولة عندها مجموعة من الأموال السائلة التي وضعتها في بعض البنوك مثلا الأمريكية وهذه الأموال تصرف منها على شهون سيادية مثلا مرتبات البعثة الدبلوماسية فلوس للسفارة وفي نفس الوقت بتصرف منها على نشاط تجاري بتقوم بيه الدولة هذه الأموال هلا قدر أنفس عليها ولا لا هلا قدر أحجز بها على المبلغ التوتل اللي وضعها الدولة داخل البنوك ولا لا هتقول لي هنا ده الغرض هنا إيه مختلط هي دي أغراض سيادية وأغراض غير سيادية نفس الموضوع ممكن تكون الطائرات مستخدمة لأغراض عسكرية وفي نفس الوقت بيستخدمها وفيه أغراض مثلا تجارية أخرى هنا في هذه الحالة ما هنعمل إيه في هذه المسألة والله في بعض الناس يعني وتفسير لهذه الفقرة الواردة في المدة 19 قال لو جينا بصينا فوق كده لما قال إذا ثبت في فقرة جيم إذا ثبت أن الدولة تستخدم هذه الممتلكات أو تعتزم استخدامها على وجه التحديد فكلمة على وجه التحديد الموجودة عندنا دي نقدر أن نقول أنها بتشير على استحياء أن يجب أن تكون هذه الممتلكات مستخدمة فقط أو تعتزم الدولة استخدامها فقط لأغراض تجارية بحيثه لو كانت هذه الممتلكات مستخدمة لأغراض مختلطة سيادية وغير سيادية في هذه الحالة لن يتحقق هذا الشرط وده اكتهاد يعني ما فيش نقدر نقول يعني تطبيق فعلي لتفسير هذا النص على اعتبار أن اتفاة العم المتحدة لحد الآن لعام 2004 لم تدخل حيز النفاذ لكن نقدر نقول أن ده تفسير مبدئي لهذا الموضوع أن لو كانت هذه الممتلكات تستخدم لأغراض تجارية وغير تجارية وأغراض سيادية في هذه الحالة يعني لا يتحقق في هذا الشرط وقلت ده استنادا لتفسير كلمة على وجه التحديد وبقول تستخدم على وجه التحديد لأغراض تجارية إذن لو كانت بدلات تستخدم ليس على وجه التحديد ولكن لأكثر من غرض قلت دي وجهة نظر موجودة في الفق طب ممكن المحكمة تاخد بيها أو ممكن تطبقها وممكن تطبق وجهة نظر مخالفة تماما طبعا ده طالما ما قدرناش نعمل فصل لهذه الممتلكات ونفرق الجانب السيادي والجانب التجار فإذن ده كان موقف اتفاقية الأمم المتحدة طيب هيتبقى هيتبقى عندي أخيرا الوضع فيه ظل الوصائق القانونية الدولية الأخرى وقلت ده زي الاتفاقية الأوروبية وخلافه لكن يعني أنا عشان ما يحصلش عندكم يعني نوع من اللابس أو الاختلاط اختلاط الأمور عليكم فيما يتعلق بيها هذه الوصائق الكثيرة جدا يعني إحنا هنعفيكم منها في الامتحان وهنكتفي بالوضع في اتفاقية الأمم المتحدة أما فيما يتعلق بالوصائق القانونية الدولية الأخرى فهيكون يعني ملغية عليكم ترجمة نانسي قنقر